موسيقى اهلا بكم الى موجز اخبار الان اوردت مواقع اخبارية انباء عن مقتل سالي جونز الملقبة بالارمل البيضاء خلال هجوم بطائرة امريكية من دون طيار بالقرب من الحدود السورية العراقية البريطانية جونز كانت قد التحقت بتنظيم داعش في سوريا بعد مقتل زوجها جونيد حسن سنة 2015 والذي كان ينتمي هو الاخر للتنظيم سيطرت قوات النظام السوري بدعم روسيا على اربعة احياء على الاقل من مدينة الميادين التي تعد احد اخر ابرز معاقل تنظيم داعش في سوريا وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان وتمكنت قوات النظام من قطع كافة الطرق التي تربط الميادين الواقع في دين الزور الشرقية بمدينة المكمال الحدودية مع العراق وباتت تحاصر المدينة من ثلاث جهات نقلت وكالة تاسع الروسية للانباء عن وزير الخارجية سيرجيل افروف قوله ان وزير الخارجي الامريكي ريكس تيلرسون قدم تأكيدات بان هدف واشنطن الوحيد في سوريا هو محاربة تنظيم داعش واتهمت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة الثلاثاء بانها تتظاهر بمحاربة تنظيم داعش وتتعمد تقليص ضرباتها الجوية في العراق للسماح لمتشدد التنظيم بالتدفق الى سوريا لابطاء وطيرة تقدم قوات النظام المدعومة من روسيا قرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تمديد حالة الطوارئ التي اعلنت بعد ان قام مسلحون بتفجير كنيستين في نيسان ابريل الماضي وذلك لمدة ثلاثة اشهر بدأ من الساعة الواحدة من صباح الجمعة بحسب ما جاء في مرسوم نشرته الجريدة الرسمية تم تمديد حالة الطوارئ السارية في تونس منذ نحو عامين اثر سلسلة اعتداءات لمدة شهر اعتبارا من يوم غد الجمعة وفقا لما اعلنت الرئاسة الخميس وسجل اخر اعتداء كبير في تونس في اذار مارس من عام 2016 لكن يتم الاعلان بانتظام عن تفكيك خلايا متطرفة اوقفت الامارات اصدار تأشيرات دخول لمواطني كوريا الشمالية واصدار تراخيصة جديدة لشركات كوريا الشمالية تطبيقا لقرارات مجلس الامن الذي فرض عقوبات على بيونج يانج كما قررت ابو ظبي انهاء مهمة سفيرها غير المقيم لدى بيونج يانج وكذلك مهم السفير الكوري الشمالي غير المقيم في الامارات فتح الادعاء في سويسرا تحقيقا جنائيا مع جيروم فالك المينو العام السابق الاتحاد الدولي لكورة القدم والقطري ناصر الخليفي رئيس التنفيذي لمجموعة بيون سفورت في احدث تصعيد لوطيرة التحقيقات التي تجريها السلطات هناك في فساد كورة القدم الى اللقاء نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الان على اليوتيوب ليصلكم كل جديد قموا بالضغط على زر الاشتراك او سبسكرايب ان اعجبكم ذلك شاركونا بتعليقاتكم ولا تترددوا ايضا بالضغط على مشاركة او لايك